الماتي الصالحون من جملة ما اتفق عليه شيعة أهل البيت وخالف فيه باقي المسلمين أن المهدية المنتظر حي وأنه لا يولد حين ظهوره في عصر ظهوره نحن قلنا سابقا بأن هناك أدلة دلت على ولادته عليه السلام يقع السؤال أنه هل ما بين فترة ولادته وفترة ظهوره هل هو حي أو لا قد يموت يكتب عليه الموت وبعد ذلك يحيا من جديد نحن نعتقد شيعة أهل البيت يعتقدون بأن الإمام المهدي المنتظر حي من حين ولادته إلى ظهوره يدل على ذلك عدة أمور الأمر الأول الروايات المتقدمة التي ذكرناها سابقا وتسالم عليها المسلمون أن الأرض لا تخلو من حجة وأن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية لو فرضنا مثلا في عصرنا الإمام المهدي المنتظر ليس حيا إذن من هو إمام الزمان الآن للمسلمين جميعا ليس هناك شخص يعتبر إمام زمان للمسلمين جميعا الآن غير الإمام المهدي المنتظر الغائب إذن هذه الروايات تشهد بأن الإمام المهدي المنتظر من حين ولادته إلى ظهوره هو حي وأن المؤمنين في هذه العصور كلها يعرفون إمام زمانهم وهو المهدي المنتظر وإلا فلو لم يكن حيا لما عرف المؤمنون إمام زمانهم ولما كان لهم إمام أصلا هذا الشاهد الأول الشاهد الثاني الروايات التي دلت على غيبته عليه السلام الروايات بعضها تقدم وبعضها يأتي عندنا العديد من الروايات التي دلت أن المهدي المنتظر له غيبة معنى له غيبة يعني حي غائب وليس ميتا لأن الميت لا يقال له غائب كما نقول الآن عيسى غائب باعتبار أنه حي وغائب عن الأنظار أما الميت فلا يقال عنه غائب لا يقال مثلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم غائب بل نقول عيسى غائب إذن الروايات التي دلت على غيبته عليه السلام هي تدل على استمرار حياته الشاهد الثالث على استمرار حياته الروايات التي دلت على طول عمره ومن الواضح أنه الروايات التي تقول أن عمره طويل هذا ماذا يقصد منها يقصد منها أن حياته دائمة مستمرة من حين ولادته إلى وفاته لأنه يقضى عليه الموت في أثناء ذلك وهذا ما تسالم عليه شيعة أهل البيت عليه السلام دلت عليه عدة روايات معتبرة منها صحيحة أبي بصير قال سمعت أبا جعفر يعني الإمام الباقر عليه السلام يقول في صاحب هذا الأمر أربع سنن من أربعة أنبياء عليهم السلام سنة من موسى وسنة من عيسى وسنة من يوسف وسنة من محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأما من موسى فخائف يترقب طبعا المقصود من الخوف أن الظروف ما تسمح له أن يكون ظاهرا لأنه إذا ظهر بين الطغاة والظالمين وظروف ظهوره غير مهيئة فما رح يكون له أصحاب فعندئذ يتعرض لسطوة الظالمين ونقمتهم وأما من يوسف من نبي الله يوسف فالحبس الحبس يعني البعد عن الأهل والبعد عن المؤمنين هذا يسمى المحبوس دائما يكون بعيدا يعني مقيد ما يستطيع يكون بين الناس وحرا فيما بينهم بل يتخف وأما من عيسى فيقال إنه مات ولم يمت يعني كما أن نبي الله عيسى يقول عنه النصارى إنه مات وهو في الواقع ليس ميتا وأنما هو حي عند الله سبحانه وتعالى وغائب عن الأنظار فكذلك الإمام المهدي المنتظر فيذن هذه الرواية دلت بشكل واضح أن الإمام المهدي المنتظر لم يمت لم يكتب عليه الموت بل هو حي من ولادته إلى ظهوره عجل الله تعالى فرجه هذه السنة الثالثة وأما من محمد صلى الله عليه وآله وسلم فالسيف طبعا السيف هنا ما يقصد منه القسوة وقتل الأبرياء وأنما يقصد منه القدرة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدير شؤون المسلمين وهو الحاكم في عصره عندما هاجر إلى المدينة المنورة بينما باقي الأنبياء كانوا مستضعفين إلى أن رحلوا عن هذه الدنيا هذا الفرق فعندما يقال بأنه النبي كان له السيف ما يقصد أنه بيده سيف ويقتل أبرياء بل أنه صاحب قدرة وهذا مستعمل في اللغة العربية فإذن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه له هذه السنن من هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه هذا الشاهد الثالث الشاهد الرابع روايات أخرى دلت على استمرار حياته منها معتبرة أبي الجارود زياد بن المنذر عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام هذه رواية معتبرة قال قال لي يا أبا الجارود إذا دارت الفلك وقال الناس مات القائم أو هلك بأي واد سلك وقال الطالب أنا يكون ذلك وقد بليت عظامه فعند ذلك فرجوه يعني الناس ماذا يتوقعون يتوقعون بأنه الإمام المهدي محمد بن الحسن غير موجود لأنه الكثير من المسلمين الآن ما يصدقون بأنه الإمام الذي ولد في عام 255 هجرية ما زال باقية فينكرون حياته يقول الإمام عليه السلام فعند ذلك فرجوه فإذا سمعتم به فأتوه ولو حبوا على الثلج فإذا ظهر لا تقولون بأنه محمد بن الحسن ولد في عام 255 ومات وإنما اتبعوه وكونوا من أنصاره وكذلك صحيحة عبد السلام ابن صالح الهروي في حوار دعب الخزاعي والإمام الرضا عليه السلام حيث قال الإمام الرضا سلام الله عليه بأنه لصاحب هذا الأمر يعني للإمام المهدي المنتظر غيبة بحيث يتصور الناس ويتخيل الناس أنه ميت وغير موجود هذه مجموعة من الشواهد التي دلت على استمرار حياته فإذن نحن ماذا نعتقد نعتقد أن الإمام المهدي المنتظر منذ ولادته في حياة أبيه وإلى حين ظهوره هو حي ولم يكتب عليه الموت في هذه الفترة هذا الأمر الرابع الأمر الخامس غيبته عليه السلام شيعتها للبيت يعتقدون بأن المهدي المنتظر غائب حي غائب الناس لا يعرفونه سكيف وفي أي ظرف يعيش هذا الله هو أعلم أعلم به ولكن نحن نؤمن بأن الإمام المهدي المنتظر هو غائب وليس ظاهرا بين الناس وقد دلت على ذلك عدة أمور الأمر الأول الروايات الواردة في الغيبة الصغرى عندنا عدة روايات واردة أن شيعة أهل البيت في فترة الغيبة الصغرى لما كان السفراء الأربع موجودين ما كانوا يرون الإمام المهدي المنتظر كان غائبا عنه فقط السفراء الذين يرونه ويرتبطون به ويوصلون الأسئلة إليه ويوصلون أجوبته إلى المؤمنين وقد دلت على ذلك عدة روايات من هذه الروايات معتبرة عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عثمان العمري رضي الله تعالى عنه قال سمعته يقول والله إن صاحب هذا الأمر محمد بن عثمان العمري هو السفير الثاني عبد الله بن جعفر الحميري يقول سمعت محمد بن عثمان العمري يقول والله إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة يعني موسم الحج فيرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه فما يستطيعون أن يعرفوا أن هذا المهدي المنتظر الرواية الثانية معتبرته أيضا قال سمعت محمد بن عثمان رضي الله عنه يقول رأيته صلوات الله عليه متعلقا بأستار الكعبة في المستجار وهو يقول اللهم انتقم لي من أعدائي هذا من الذي رأاه السفير الثاني رأاه أما عموم الشيعة وعموم الناس فلا يرونه أو إذا رأوه لا يميزونه لا يعرفونه الرواية المعتبرة الثالثة للحمير أيضا قال قلت لمحمد بن عثمان العمر رضي الله عنه إني أسألك سؤال إبراهيم ربه جل جلاله حين قال له رب أرني كيف فتحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فأخبرني عن صاحب هذا الأمر هل رأيته قال نعم الحمير يسأل السفير الثاني يقول أنا سأسألك سؤال هذا ما يعبر عن شك وإنما من باب زيادة اطمئنان مثل ما نبي الله إبراهيم الذي هو مؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى وبالحياة بعد الموت بالبعث بعد الموت مع ذلك ماذا قال لله سبحانه وتعالى يا ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى قال ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي يقول أنا أيضا أسألك هذا السؤال ليس من باب الشك أنا متيقن من وجود المهدي المنتظر الإمام محمد بن الحسن ولكن أريد أن أسألك سؤال حتى يطمئن قلبي أنه أنت ترى الإمام تعرفه فأخبرني عن صاحب هذا الأمر هل رأيته قال نعم وله رقبة مثل ذي وأشار بيده إلى عنقه يعني كأنه يقول وأن رأيته مثل ما أرى الناس الآخرين فهو مثل باقي الناس غاية ما هنالك أن الناس لا يعرفونه أو لا يرونه هذه مجموعة من الروايات الواردة في عصر الغيبة وهناك روايات أخرى نصت على غيبته عليه السلام مطلقا من هذه الروايات صحيحة زرارة قال قال أبو عبد الله عليه السلام الإمام الصادق يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم إذن موضوع غيبة الإمام المهدي مذكورة في روايات الأئمة السابقين أيضا فقلت له ما يصنع الناس في ذلك الزمان يعني إذا كان الإمام غائبا عنهم فهم كيف يصنعون كيف يعرفون أحكامهم الشرعية كيف يعرفون تعاليم دينهم إلى ما يرجعون قال يتمسكون بالأمر الذي هم عليه حتى يتبين لهم يعني ما عندهم من علوم العلماء والمشتهدون المؤهلون للفتية يرجعون إليهم ويرجعون إلى العلماء المختصين بالشؤون الدينية يبينون لهم حتى يظهر الإمام المهدي المنتظر هذه الرواية الأولى الرواية الثانية الصحيحة عبدالسلام ابن صالح الهروي التي ذكرناها في حلقة سابقة وفي هذا المقطع قال سمعت دعبل بن علي الخزاعي الشاعر المعروف يقول أنشدت مولاي علي بن موسى الرضا عليه السلام قصيدتي مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر العرصات إلى أن الإمام عليه السلام ماذا قال له فقال يا دعبل الإمام بعد محمد ابني وبعد محمد ابنه علي وبعد علي ابنه الحسن الحسن العسكري وبعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر في غيبته المطاع في ظهوره إذن الإمام الرضا عليه السلام أخبر بماذا أخبر بأن الإمام المهدي المنتظر سوف يغيب وبعد ذلك يظهر فيكون مطاعا حين ظهوره لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله عز وجل ذلك اليوم حتى يخرج فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا هذه الرواية الثانية الرواية الثالثة معتبرة صفوان بن مهران الجمال قال قال الصادق جعفر بن محمد أما والله ليغيبن عنكم مهديكم حتى يقول الجاهل منكم خطاب للمؤمنين حتى يقول الجاهل منكم يعني الجاهل من المؤمنين الذين إيمانه ليس راسخا متزلزل ما لله في آل محمد حاجة صرعدهم يأس قل ممعقول في إمام وغائب والآن هذا الظلم منتشر ثم يقبل كالشهاب الثاقب فيملأها عدلا وقصطا كما ملئت جورا وظلما الرواية الرابعة صحيحة أبي حاشم داود بن القاسم الجعفري قال سمعت أبا الحسن صاحب العسكري يعني الإمام الهادي عليه السلام يقول الخلف من بعد ابني الحسن فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف يعني الحفيد الخلف من بعد الخلف رح تكون فيه خصوصية فقلت ولمجعلني الله في داك فقال لأنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه قلت فكيف نذكره قال قولوا الحجة من آل محمد إذن الإمام الهادي عليه السلام أخبر عن غيبة الإمام المهدي المنتظر وأما موضوع أنه لا يحل لكم ذكره باسمه فقد قلنا في حلقة سابقة أن هذا يختص بذلك العصر حيث كانت أسرة الإمام عليه السلام مراقبة والسلطة تبحث عن من يرجع إليه الشيعة بعد الحسن العسكري عليه السلام الرواية الخامسة صحيحة محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا تنكروها إذن الإمام يهيئ الشيعة بأن المهدي المنتظر سوف تكون له غيبة وروا الشيخ الطوسي رحمه الله مثل هذه الرواية مثل هذا المضمون عن أبي بصير رحمه الله إذن هناك مجموعة روايات طبعا نحن ما استوعبنا كل هذه الروايات إنما ذكرنا نماذج منها دلت على أن الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه يغيب عن الأنظار وأن المؤمنين لا يعرفونه حتى يقسم الله سبحانه وتعالى له الظهور عندئذ يتضح أمره ويتبعه المؤمنون في ذلك العصر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإدراك عصره وأن يجعلنا من أنصاره وعوانه بالمناسبة لبعض العلماء مثل الشيخ الصدوق والشيخ المفيد كلمات رائعة هنا فيما يرتبط بهذا الموضوع إن شاء الله سوف نذكره في الحلقة اللاحقة فنوكل الأمر إلى ذلك والحمد لله رب العالمين وَلَا قُدِكَ كَلْفِ نَافِسِ السَّفُورِ مِنْ بَعْدِ لِلِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَى